قال رجاء ابن حيوى وزير عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كنت مع عمر بن عبد العزيز لما كان وليا على المدينة فأرسلني لأشتر له ثوبا فاشتريته له خمسمائة درهما فلما نظر فيه قال هو جيد لولا أنه رخيص الثمن فلما صار خليفة المسلمين بعثني لأشتر له ثوبا فاشتريته له خمسمائة درهما فلما نظر فيه قال هو جيد لولا أنه غالي الثمن فبكى الوزير فقال له عمر ما يبقيك قال تذكرت سوبك قبل سنوات ما قلت عنه فقال له عمر يا رجاء إن لي نفس طواق وما حققت شاين إلا طاقت لما هو أعلى منها والآن قد طاقت نفسي إلى الجنة فأرجو أن أكون من أهلها لا تنسل الشراخ في القناة ودعمنا بلايك